لا صوت يعلو فوق صوت ما يحدث في غزة وسط مشهد سياسي دولي بيفتقد للمنطق والعقل والرحمة فأحيان كتير جدا في وسط هذه المشاهد الضبابية آخر اللقطة شفناها كان ضباب فعلا ولكن ضباب حقيقي من القذفات والمنازل اللي بتهدم فوق ساكنيها من أهلين من قطاع غزة في وسط كل ده كانت مصر دايما هي صوت الحكمة لوقف نزيف الدماء في الأراضي المحتلة القوى الغربية يعني يبدو أو في رأيي أنها لا ترى دماء أطفال غزة أو تراها وتغض الطرف عما يحدث ما فيش حاجة حاليا مش واضحة للعالم كله في 2023 ومع تطور وسائل نقل المعلومات والصور أصبح كل الصور بتصل إلى العالم كله وما فيش مانع لدى الدول الغربية اللي بتشوف المناظر دي وسكت عليها أن الصراع يتوسع ويشمل دول وأطراف أخرى في المنطقة بدون النظر لما يترتب على ذلك ولكن مصر درى تائما أن الصراع الدائر لا طائل منه سوى قتل عملية السلام في فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية تماما على أجساد أهلنا في غزة ترجمة نانسي قنقر